مساء الخير على كل مشاهدي في قناة النازل الأهلي في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة عايزة في البداية أبارك لكل الأهلوي على استعادة روح الانتصارات والفوز على أسوان وثلاث نقط مهمة جداً بتقربنا بشكل كبير من حسن الدوري يمكن ما كناش يعني أفضل حاجة بدنياً مستنين مستوى أعلى ولكن زي ما قلنا مع المباريات الفريق هيبقى في مستوى أعلى بإذن الله مرة مرة واحدة بواحدة مساء الخير عليك مساء الخير يا سارة مساء الخير على كل أهلوية اللي بيتابعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من السادسة مساء الحقيقة يمكن زي ما قالت سارة هو فوز مر أو فوز مؤلم حقيقة طبعاً تلات نقط مهمين جداً في مشوار الدوري والأهم زي ما قلت الحضرات المباريح يمكن قبل دائماً المطش ما يبتدي أنه كان مهم بالنسبة لجمهور الأهلي أنه يتطمن على فرقته خصوصاً بعد تراجع المستوى إلى حد ما في مطش الإنتاج ويذكر طبعاً التعدل بالنسبة لجمهور الأهلي اخسارة لكن إلى حد كبير قلنا واتفقنا أنه كيرف بيطلع بشكل تدريجي وده الأهم الرسالة الأهم أنه احنا نتطمن على فرقتنا قبل المطشاط المهمة اللي جاية سواء كنا منتكلم على بطولة الدوري أو كنا منتكلم على طبعاً مشوار دوري أبطال أفريقيا وده بالنسبة لنا الأهم ده شيء مفهوش نقاش لكن ليه فوز مؤلم لمكسب مر لأنه الحقيقة تكلفته كانت عالية طبعاً مبارح كلنا تابعنا بحالة شديدة جداً كل أهلوية مبارح حقيقة اتضايقوا جداً ويعني إصابة كابتن محمود متولي الحقيقة كانت الحقيقة خسارة مؤلمة جداً في المطش ولو سألت كده قبل المطش الحقيقة يمكن الأهلي يعني قصته مع الإصابات محتاجة أن احنا نتكلم فيها بالتفصيل لكن تغسر اتنين بنت وتطلع متعدل مع عصوان وتطلع من غير إصابات ولا تكسب التلاثة بنت وتطلع بإصابة متولي وجيرالدو الشيخ دي الحقيقة كانت معادلة صعبة جداً وكان صعب جداً أي حد يجاوب عليها على كل أحوال احنا المهم جداً نتطمن على العيبة وده هيبقى جزء من حلقتنا وكمان نبتدي نتكلم على السعدادات النادي الأهلي اللي مطش الزمالك إن شاء الله مباراة القمة يوم السبت اللي جاي وهي مباراة مهمة مهمة على مستوى النتيجة مهمة على مستوى حاسم الطوط الدولي ومهمة أكتر كمان من ناحية المعنوية والنفسية لمشوار أفريقيا إن شاء الله بإذن لأهلا وسهلاً بحضراتكم